موسيقى موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصدر الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني سلسلة بيانات متعلقة بفيروس كورونا كشف فيها حقيقة هذا الفيروس ومن شأه الحق والتحدث عن فصائله المختلفة وسر تطوره واختلافه في الأعراض وأخبر عن القادمة أيضا من مدد فيروس كورونا وكذا عن أهم شيء في أمر هذا الفيروس وهو علاجه الحق والبسيط جدا والذي في متناور الجميع تعالوا نتدبر أول بيان في هذه السلسلة والذي بعنوان فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون البيان صادر بتاريخ العاشر من رجب لسنة 1441 هجرية والموافق الخامس من شهر مارس لسنة 2020 بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله على أنبيائه وأوليائه في كل زمان ومكان لا خوف عليهم من عذابه ولا هم يحزنون فلكم نصحنا صناع القرار قيادات المسلمين خاصة والكفار عامة والمعرضين ولكن لا يحبون الناصحين وعلى كل حال لقد كذب المكذبون بحديث الله سواء الملحدون أو المشركون أو المسلمون إلا من رحم ربي منهم وكسب في إيمانه خيرا وتركتكم لله الواحد القهار الذي جعلني خليفة على العالمين ليظهرني عليكم بحوله وقوته تصديقا لقول الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم وهو التحداكم بأصغر جنوده لا يرى بالعين المجردة فزلزل الدول العالم الكبرى والصغرى زلزالا عظيمة وهو مجرد فيروس بشري لا تحيطون بعلمه من أين غزاكم الله به متحديا الله به كافة علماء الطب البشري فلا ولن يستطيعوا أن يجدوا له لقاحا مضاد كما يزعمون مهما أعلنوا فلا يفتنوكم فوالله إنهم لكاذبون برغم أنه كائن حي صغير من جنود الله الخفية ولو اجتمع له كافة أطباء البشر ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ونصيرا فلا ولن يستطيعوا بإذن الله كي تعلموا أنكم لا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه ولكنكم قوم ملحدون ولسوف ترون من مكر جندي الله المجهول فيروس كورونا الخانق ما لم تكونوا تحتسبون ويستدرجكم الله بطريقة إصابته الذكية والخفية ليصل إلى من يشاء الله من كبرائكم من حيث لا يعلمون وأرى منظمة الصحة العالمية لا يعتبرونه وباء عالميا بعد كونهم بزعمهم سوف يسيطرون عليه وإنهم لكاذبون فكيف يسيطرون على عذاب الله ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين أفتيكم بالحق أنه ليس مجرد وباء عالمي بل عذاب عالمي وبما أنه من صنف العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون فحتما الوفيات قليل بادئ الأمر ولكن الإصابات الآن بالملايين وكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون وذلك مكر من الله حتى يصيبوا قوما آخرين يظنون أنفسهم في مأمن من عذاب الله الخانق للجهاز التنفسي فيضيق عليه تنفس الهواء شيئا فشيئا كأنما يصاعد في السماء حتى يختنق بسبب التصاق الجهاز التنفسي وقناته فكيف لا يصيب الله المستكبرين من يشاء الله منهم وهم أولى به صليا أولئك المعرضون عن ذكر ربهم لعلهم يرجعون ويهلك به الله من يشاء منهم موعظة للعالمين لعلهم يرجعون إلى ربهم الحق بالتضرع والدعاء أن يكشف عنهم عذابه ويعدون الله أن يتبعوا كتابه القرآن العظيم ويسأل الله التثبيت الذي يحول بينهم وبين قلوبهم فيرجون من الله أن يثبت قلوبهم على الوفاء بما وعدوه أن يجنبهم عذابه فيكشفه عنهم ليتبعوا كتابه القرآن العظيم ليكونوا من المهتدين وما أريد أن أختم به بياني هذا هو النداء من الله في محكم كتابه في أثناء موعظة عذابه بمرض الصدور تصديقا لقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم فتلك موعظة عذاب موعظة للمتقين وأعلم أن ذلك عذاب ووجع وهلع كبير للشعوب لعلهم يتوبون فيعبدون الله وحده لا شرك له ويتوبون من كبائر الإثم والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن سرا وجهرا ويتوضعون الوضوء الكامل ليعبدوا الله وحده لا شرك له فلا يدعون مع الله أحدا وعلموا علم اليقين أنه عذاب عالمي خفي المكر من الله الواحد القهار وليس مجرد وباء كما تزعمون هيهات هيهات ولسوف تعلمون ففروا من الله إليه إني لكم منه نذير مبين ولا تغلقوا بيوته عن الفارين إلى ربهم ليقيموا الصلاة لربهم وحده لا شرك له وأن المساجد لله فلا يدعون مع الله أحدا ومن دخل بيوت الله لعبادات ربه كان آمنا من فيروس الاختناق حتى ولو دخل معه مصابون فارون إلى الله فلن يصيب المصلين الصالحين الذين آمنوا على ربهم يتوكلون فتوكروا على الله إن كنتم مؤمنين وعلموا أن فيروس كورونا عذاب جديد داء الصدور شيئا فشيئا حتى يقطع نفس من يشاء الله ومن شفي منه فليعلم أنه ليس بسبب علاج الأطباء بل بسبب دعائه لله أرحم الراحمين فلا ينبغي لهم أن يجدوا لعذاب الله علاجا كونه ليس ابتلاء لتمحيص ما في صدوركم بل عذاب يصيب صدور من يشاء الله من المعرضين منكم لعلهم يرجعون ومنكم من يتوفاه الموت بعذاب الاختناق ذلك ما تسمونه فيروس كورونا وليس إلا من العذاب الأدنى لكثير من الناس لعلهم يرجعون ولربهم يتضرعون فيكشف عنهم سوء العذاب ويتبع الكتاب الحق من ربهم القرآن العظيم ولا ولن يكشف عن أصحاب السجود على ما يسمونه تراب الحسين فما أنزل الله بذلك من سلطان لا في القرآن ولا في سنة البيان الحق من ربهم بل ابتدعوها من عند أنفسهم ولا ولن يكشف عن أصحاب دعاء من في القبور ليكشفوا عن السوء فلا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا لما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم ويكونون عليهم ضدها فلكم حذرناكم ونصحناكم أن لا تدعوا مع الله أحدا ولكن للأسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكذلك نحذر الظالمين بشكل عام كبراءهم ومن يليهم في بلاد المسلمين والعالمين من عذاب الله الأدنى وعذاب آيات أخر حتى يظلهم العذاب الأكبر للذين طغوا في البلاد وظلموا شعوبهم بغير الحق فأكثروا في الأرض الفساد إن ربك لهم لب المرصاد ونحذرهم كذلك من عذاب كويك بالعذاب الرجفة ترجف وراء المحيط الأطلسي للغرب منه في الولايات المتحدة الأمريكية فيثير نقع تراب أرضهم فيملأ بتراب أرضهم فضاء العالم وموجة ضاربة تنتشر بأسقاع هذا العالم بأسره ولسوف تعلمون إن لصادقون بإذن الله رب العالمين وكوكب سقر من بعد ذلك إذا لم يحدث لكم كويك بالعذاب ذكرى فاتقوا الله يا أولي الألباب وجاء الفساد الأكبر الموعود في أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ألو إن حرمة المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام يا منبعة بيت الله المعظم فلن تجدوا لكم من الله من ولي ولا واق من عذابه ولسوف تخسرون الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إني لكم ناصح أمين وجاءكم الموت وأنتم في غفلة معرضون اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني